المهرجان أن يستمر هذا التقليد ويتجدد كل سنة وأن لا نكتفي بالمناشط الحالية فقط العلاقات بين المغرب والسودان هي علاقات تاريخية قديمة موغلة في القدم والتأثير المغربي على السودان قوي وبالغ الأثر ولكنه غير مذكور في الأبحاث أو في الدراسات ومن هذا المنطلق نحن ندعو إلى التعمق في دراسة هذه الوشائج التاريخية القوية أنا أعتقد أن السودانيين بصفة عامة يعرفون المغرب معرفة كافية وهناك سودانيين من أصول مغربية أعدادهم كثيرة ويكونون مجتمعا قائما بذاته وهو مكون أصيل من مكونات الشعب السوداني وفي أثير من المدن والقرى السودانية تجد أحياء تسمى أحياء المغاربة هذا يؤكد أن العلاقات وثيقة وأن السودانيين يعرفون المغرب ومن الناحية الثانية أنا أعتقد أن المغاربة لا يعرفون السودان الشرقي أو سودان ودنيل معرفة كافية وقد أشرت إلى هذا أنك حينما تقول أنك من السودان الذهن ينصرف إلى مالي وإلى السنغال وإلى السودان الغربي بصورة خاصة بينما الوشائجة التي تربط المغاربة والسودان الشرقي المعرب المسلم قوية للغاية وقد أشرت إلى هذه الجوانب التي تربط بين السودان والمغرب على مستوى المذهب المالكي وعلى مستوى التصوف الجنيدي وعلى مستوى العقيدة الأشعارية وعلى مستوى اللهية أيضا والمؤثرات الثقافية واللغوية المغربية على السودان ترجمة نانسي قنقر